بين حي التعليم العالي وحي الشباب أكون نادي لعله من فقد هو اسمه نادي التجارة الرياضي هذا نادي التجارة الرياضي ملعب كان بالسابق فرق الدرجة الأولى الزوراء والشرطة والتجارة الشباب يدعوهم به وكان حتى يدرب نادي التجارة المرحوم عمو بابه يعني هسه لو تلاحظين هذا المكان يعني صار مكان أنقاض وسببه هي هذا مشروع الخط الناقل الستراتيجي اللي كان مفروض يكون عامل خير لهذه المناطق وعلى مستوى بغداد الكار بالعكس احنا صارنا عانين بالإضافة لمن حفره التبليط التندر مرته مثلا 35 سنتيم رجعوه من بلطه 5 سنتيم بحيث انتهى يعني هذه المياه اللي شوفينها سببها سببها أول مجاري اثنيا يعني مناطق يعني احنا بالنسبة منطقتنا التعليم والشباب إذا مطرت الدنيا نبقى أسبوع محصورين ما نطلع ما نطلع حقيقة فهاء يعني وبالإضافة وقفنا العمل وحضر استاذ جاسم نحميداوي قلنا لها اللي كان ببقتها رئيس لجنة خدمات مجلس محافظة بغداد وهسه هو الرجل عضو برلمان يجي ووقف على المشروع وقلنا لها استاذ هذا المشروع الخط الناقل ووقف وصار عال علينا مأساة يعني بطلنا احنا ما نريد رجعونا السلة ما نريد العنب قال لا ان شاء الله واتفع على ساب المذكرة التفاهم يعني بس وعود يعني رجعون التبليط مثل ما كان بس وعود يعني رجعون التبليط مثل ما كان زين هاي السنوات بس وعود هذا الحشي صار لخمس سنوات صار لخمس سنوات الوضعية هي هي وتتعالي شوف الأنقاض اللي موجودة هسه بها المناطق اللي هي مفروض اسمها التعليم العالي حيبيه الاستاذ الجامعي والمدرس والدكتور والطبيب وكذلك حيي الشباب ووزارة الشباب يعني اشتركوا في القناة